الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا قتل النمل في المنام علام أن صاحب الرؤية يستقوي على الضعفاء والمساكين وأنه معجب بنفسه بشكل كبير والله أعلم من يرى في المنام أنه يقوم بقتل النمل علام أنه يسير في طريق الضلال المبين هذه الأيام عليه التوبة والأوبة والله أعلم رؤية قتل النمل في المنام إشارة على اتخاذ القرارات السيئة للغاية في حياة صاحب الرؤية والله أعلم حلم الشخص أنه يقتل النمل في المنام يكون دليل أنه يقوم بأفعال سيندم عليها بشكل كبير الأيام القادمة في حياته والله أعلم من يرى في المنام أن هناك مجموعة من النمل الكبير داخل بيته علامة على وفاة شخص كبير في العمر في هذا البيت والله أعلم رؤية النمل ينتشر داخل البيت في المنام علامة على قصرة الأموال التي يحصل عليها الأيام القادمة صاحب الرؤية والله أعلم أما رؤية وجود النمل الأحمر داخل البيت أو المنزل علامة على ارتكاب الكثير من الزنوب والمعاصي بشكل كبير في حياة صاحب الرؤية والله أعلم حلم النمل في البيت في المنام علامة على صلة الرحم والعلاقات الجيدة مع أفراد الأسرة والله أعلى وأعلم إذا رأت الفتاة العزباء أن النمل على شعرها في المنام علامة أنها تواجه الكثير من المشاكل الأيام القادمة حلم النمل على الشعر في المنام علامة على مشكلة كبيرة يقع فيها الإنسان هذه الأيام رؤية الشخص أن النمل منتشر على شعره علامة أنه يعتز بشكله وبنفسه بشكل كبير والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته